علوم الصف الخامس الابتدائي حل تدريبات كتاب الأدواء على المفهوم الثالث مقارنة التغييرات في المادة والوحدة الثانية صفحة 200 واحد رقم واحد اختر الإجابة الصحيح واحد عملية تجمد هي عملية عكسية لعملية طيب التجمد هو ايه؟ تحول مادة من حالة سائلة إلى حالة صلبة ألف الانسهار تحول مادة من حالة صلبة إلى حالة سائلة يبقى صح رقم ألف اثنين التكسف هو تحول المادة من الحالة نقط إلى الحالة سائلة الصلبة الغازية طبعا غازية من حالة غازية إلى حالة إيه؟ إلى حالة سائلة من صلبة سائلة دعمة الانسهار ثلاثة كل مما يلي من طرق فصل المخليط معدى المغناطيس، الترشيح، التبخير، التقليب والزوبان التقليب والزوبان أربعة كتلة السالج بعد الانسهار نقط كتلة السالج قبل انسهار الكتلة سابتة لا تتغير بتغير حالة المادة يبقى تساوي خمسة عند طحن السكر لا يحدث أي تغير في حالته الفيزيائية، الكيميائية، كلهم طبعا إيه؟ الكيميائية هو بيحدث له تغير فيزيائي، لكن لا يحدث له تغير إيه؟ كيميائي ستة يحدث تغير كيميائي عندما نكون بنقاط قطعة من الورق تقطيع لفيزيائي، حرق طبعا إيه؟ حرق، رقم بيه تبعا يعتبر احتراق الخشب في المدفقة تغيرا فيزيائيا كيميائيا طبعا كيميائيا تمانية، ظهور فقعات غازية عند إضافة الخل إلى سوداء الخبيز يعتبر دليلا على تكون مادة جديدة، تغير كيميائي، تغير حواصل مادة جميع ما سبق، جميع ما سبق تسعة، تصاعد غاز سينوسيل كربون أثناء عملية تخمر، تغير كيميائي، طبعا تغير إيه؟ كيميائي عشرة، عند اكتساب المادة الصلبة طاقة حرارية، فإنها تجمد، تنصهر، طبعا تنصهر، يتحول من حالة صلبة إلى حالة إيه؟ إلى حالة سائلة حداشر، يمكن أعادت الشوكولاتة السائلة إلى حالتها الصلبة بي، التسخين، التبريد، طبعا التبريد، رقم بقى اتناشر، أي من ميالي ليس من خصائص مخلوط السكر والماء يمكن فصل مكوناته مرة أخرى، احتفاظ كل المادة بخوصها قبل وبعد الخلط، يمكن رؤية مكوناته بسهولة، عدم حدوث تفاعل كيميائي بين مكوناته صحر رقم جيم، يمكن رؤية مكوناته بسهولة ثلاثتاشر، عند انخفاض درجة حرارة الماء إلى صفر درجة مقوية، تتجمد جسيمات الماء ويتحول إلى سلج صحر رقم ألف، تجمد تحول إلى إيه؟ إلى سلج أربعتاشر، من أمثلة التغييرات الفيزيائية، احتراق الورق كيميائي، صدر الحديد كيميائي، عمل سلطة فواكه، عمل سلطة فواكه خمسة عشر، أيام من المخلط الوقتية التي يمكن رؤية مكوناته، سلطة الفواكه، سلطة الخضروات، مخلوط الحليب بالشوكولاتة، تبع رقم جيم، مخلوط الحليب بالشوكولاتة ست عشر، زوبان جبل من الجليد عند التعرض للشمس، دليل على عملية التجمد؟ من سائل لصلب، التبخر من سائل لغاز، الإنسهار من صلب لسائل، يبقى جين ست عشر، أيام من الميالي يعد مثالا جيدا على التغير الكيميائي، تقطية جزرة، فيزيائي، تعاف فواكه، طبعا تعاف فواكه، رقم جيم ست عشر، أيام هذه المخلط يمكن فصلها عن طريق عملية ترشيح؟ البترول، مياه البحار والمحطات للترخير، ماء البحر والرمال، طبعا ماء البحر والرمال، رقم جيم ساعتاشر، قام حسين بشراء كتعة من الشوكولاتة، وتركها خارج الثلاجة في ضوء الشمس لفترة طويلة، أي هذه العبارات تصف ما يحدث لكتعة الشوكولاتة تغير تركيب الشوكولاتة، ويندج مواد جديدة، تنصهر قطعة الشوكولاتة، ولا تغير تركيبها، صح رقم بال عشرين، تفقد جسيمات الماء طاقتها، وتتحرك بصورة أبطأ عندها ترك قطعة من السلج في ضوء الشمس، يعني تسخين كمية من الماء السائل على هب، أي هذا لا وضع زجاجة ماء في فريز السلاجة، صح، تبريد، تفقد طاقة عند التبريد أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين كوسين، واحد، جسامات المادة في حالة نقط مستمرة، سكون أم حركة؟ حركة نين الهواء الجوي من المخليط نقط السائلة أم الغازية؟ الغازية تلات، نقطة تجمد الماء نقطة درجة مائية، صفر أم مية؟ صح، صفر، مية غليان الماء أربعة عملية الإنسهار هي عملية تحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة من الغازية، صح، السائلة خمسة، يصدق الحديد نتيجة تفاعله مع نقط الهواء الجوي، أكسجين، نيتروجين، أكسجين ستة، يتكون نقط من مدتين أو أكثر يتحد بعضها مع بعض كيميائيا، المخلوط الممركب، صح، المركب المخلوط لا تتحد كيميائيا، سامعة من طرق فاصل المخليط، الترشيح، متقليب، الترشيح ثمانية، يتكون نقط من خلط مدتين أو أكثر دون أن يؤثر ذلك في الخواص الفيزيائية للمواد مكونة له، المخلوط المركب، صح، المخلوط تسعة، عند تسخين المادة أو تبردها أو خلطها بمواد أخرى، فإن كتلتها تتغير، لا تتغير، لا تتغير، كتلة سابتة لا تتغير عشرة، الخصائص التي تصف كيفية تفاعل المادة مع المواد الأخرى خصائص، فيزيئية أم كيميائية، صح، خصائص كيميائي هداش، التغير الفيزيائي هو تغير في نقط المادة، تركيب أم شاكل، طبعا شاكل إتناشر، هضم الغذاء داخل خلايا، الجسم تغير كيميائي أم فيزيائي؟ طبعا كيميائي ثلاثتاشر، صدق الحديد يعتبع تغيرا كيميائيا، فيزيائيا كيميائيا، بيانتج عنه مادة جديدة، يبقى كيميائي أربعتاشر، يمكن فصل مخلوط من نشارة خشب ودبابيس مكتب بي، الترشيح والمغناطيس المغناطيس خمستاشر، المخلوط الذي يمكن فصل مكوناته بالترشيح، الملح والماء، الحصى والماء، صح، الحصى والماء، الملح والماء، التأخير ستاشر، لا تؤثر درجة الحرارة على كتلة المادة، الحالة الفيزيائية، المادة، صح، كتلة المادة، الزل سابقة ثلاثة، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد، تكون المخلوط من مادة واحدة من مادتين أو أكثر، برخطأ نين، الانسهار يحدث عندما يتحول الماء إلى مكعبات من السلج العكس حيث برخطأ ثلاثة، التغير الكيميائي وتغير في شكل المادة الظاهر فقط، وليس في تركبها الفيزيائي أربعة، من طرق فصل المخلوط، الترشيح والتبخير، خمسة، الصدق هو كشرة كيميائية حمراء اللوم تسمى أكسيد الحديد، ستة، عندما تكتسب المادة السائلة حرارة، تحول إلى مادة صلبة، تحول إلى مادة غازية أو عندما تفقد المادة السائلة حرارة، تتحول إلى مادة صلبة، سبعة، عملية الإنسهار، عكس عملية تجمد يبارة صحيح تمانية، عندما تنتص المادة الطاقة الضوئية أو الطاقة الحرارية، تحول الجسيمات الموجودة في المادة بشكل أسرع يبارة صحيح تسعة، يمكن فصل أي مخلوط عن طريق الترشيح يبارة خطأ ترشيح، التبخير، الجزب المناطيسي أو المناطيس عشرة، لتحويل بخار الماء إلى ماء سائل، يجب تسخين بخار الماء، يجب تبريده، بارة خطأ هداشر، تغير المادة وتحولها إلى مادة جديدة، هو تغير فيزيائي المادة، تغير كيميائي، بارة خطأ اتناشر، تتغير المادة من حالة لأخرى بارتفاع أو انخفاء درجة الحرارة، يبارة صحيح تلاتاشر، انسهار الشامع، ينتج عنهم مادة جديدة، لذلك هو تغير كيميائي، بارة خطأ احتراك الشامع، ينتج عنهم مادة جديدة، لذلك هو تغير كيميائي، وليس انسهار انسهار الشامع تغير إيه؟ تغير فيزيائي اربعتاشر، انسهار واعادي التشكيل المادة من التغيرات الفيزيائية لمادة، يبارة صحيح خمستاشر، من خصائص المخلوط أنه يمكن فاصل مكوناته، يبارة صحيح ستاشر، سرعة جسيمات المادة الصلبة تقل عند انسهارها تزداد، يبارة خطأ ستاشر، صدق الحديد، يحدث بسبب التفاعل، الحديد مع هيدروجين، الهواء، مكوناً أكسيد الحديد مع أكسجين، يبارة خطأ ثمانتاشر، عند احتراك الورق، تتكون مادة رماء، التي تتشابه مع الورقة تماماً تختلف، يبارة خطأ مكونات المخلوط قبل وبعد الخلط لا تختلف، عبارة خطأ أربعة، أكبر، العبارات الآتية واحد، عملية التبخر عكس عملية نؤت، يتبخر تحول مادة من حالة سائلة إلى غزية، يبارة عكس عملية تكسر اثنين، عند اتحاد مادة مع مادة أخرى، تتكون مادة جديدة، تسمى نؤت، صح، تسمى مركب ثلاثة، تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، يسمى عملية، صح، يتكسر أربعة، تكون نؤت من مادتين أو أكثر غير متحدتين كيميائياً، صح، المخلوق خمسة، من أمثلة التغير الكيميائي في المادة، تعفن، الفكه، عدم الطعام، صدق الحديد ستة، من طرق فصل المخليط، الترشيح، والتبخير سبعة، عندما يتجمد الماء، يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تمانية، عند نقطة السلج، يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، صح، عند تسخين أو انسار تسعة، عند نقطة درجة حرارة الماء، تباطى حركة الجسمات عند تبريد أو انخفاء عشرة، يمكن فصل السكر الزائب في الماء بعملية التبخير حداشر، يعتبر التغير الفيزيائي تغيراً في نقط فقط، في شكل فقط، وليس في التركيه اتناشر، المخلوط هو شكل من أشكال المادة مكون من نقط من مادتين، أو أكثر، غير متحدتين كميائياً تلاتاشر، عند خلط كمية من الخل مع صود الخبز، تتكون في قوعات غازية، دليلاً على حدوث تغير نقط المادة، تغير كميائي المادة أربعتاشر، عندما تفقد المادة السائلة حرارتها، فإنه تتحول إلى مادة صحب، مادة صلبة خمستاشر، عندما تكتسب المادة الصلبة حرارة، تتحول إلى مادة سائلة، يعني سعملت إيه؟ إنسهار ستاشر، سحب وتشكيل، النحاس إلى أسلاك، تغير في الزيائي سبعتاشر، يعتبر إنسهار الشامع تغيراً في الزيائية، لكن احتراقه كميائي ثمانتاشر، عمليات الاحتراق من أمسية التغيرات الكيميائية للمادة ستاشر، الدليل على عملية نقطة هو تحول الجليد إلى ماء الإنسهار خمسة، اكتب المستهل العلمي الذي تدل عليه العبارات الأتية واحد، تغير في تركيب المادة يؤدي إلى تكوين مواد جديدة، صح، تغير كيميائي اثنين، عملية تحويل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد وميتكسف ثلاث شكل من أشكال المادة مكون من جزئين أو أكثر يتحدان كيميائياً المركة أربعة، تكون من مادتين أو أكثر غير متحدتين كيميائياً المخلوق خمسة، مخلوق في حالة غازية إلى هواء الجو ستة، تغير في شكل أو حالة المادة ولا يؤدي إلى تكوين مادة جديدة، صح، تغير فيزيائي تغير فيزيائي سبعة، تغير يسبب تحول المادة إلى مادة جديدة كلياً، تغير كيميائي ثمانية، تحول المادة من الحالة السلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين الإنصار تسعة، تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة السلبة بانخفاض درجة الحرارة التجمد ستة، علم يأتي، واحد زوبان الملح في الماء تغير فيزيائي لأنه تغير في شكل المادة فقط ولا ينتج عنه مواد جديدة اثنين، ظهور فقعات عند خلط الخل مع صودة الخبيز بسبب حدوث تفاعل كيميائي بينهما ثلاثة، احتراق الخشب يعتبر تغيراً كيميائياً لأنه تغير في تركيب المادة ينتج عنه مواد جديدة، زاتة، خواص جديدة أربعة، يعتبر محلول ملح الطعام مخلوطاً لأنه يتكون من مادتين أو أكثر، غير متحدتين كيميائية خمسة، يعتبر صدق الحديد من التغيرات الكيميائية لأنه تغير في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة سبعة، ماذا يحدث عنده؟ واحد، عنده ترك الحديد في الهواء الجوي بدون طلاء صح، يصدق الحديد، وتكون مادة جديدة تسمى ايه؟ أكسيد الحديد تقليب كمية من السكر في كوب به ماء يزوب السكر في الماء ويتكون مخلوط من السكر والماء ثلاثة تسخين كمية من الماء يتبخر الماء ويتبقى الملح ودي نسمى عملية ايه؟ عملية تبخير أربعة، اكتساب السلج حرارة عالية ينصهر ويتحول إلى سائل خمسة تعرض كمية من بخار الماء لسطح بارد يتكسف بخار الماء مكوناً قطرات من الماء السائل ستة اكتساب جسيمات المادة طاقة حرارية ستتحرك الجسيمات بشكل أسرع وتبتعد عن بعضها مان يهم المقصود بكل من؟ واحد المركب مادة تنتج من جزئين أو أكثر متحدتين كيميائية ثلاثة، تغير الفيزيائي المادة تغير في شكل المادة وليس في تركبها ولا ينتج عنها مواد جديدة أربعة انسهار عملية تحول المادة من الحالة السلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع ضج الحارة أو بالتسخين خمسة، الصدق، كشرة كيميائية لونة ايه؟ براف، حمراء، اللون، حمراء، اللون، نتيجة اتحاد، الحديد، مع أكسجين، الهواء، الجو تسعة اسئلة متنوعة، واحد، ما هي ترك فصل المخليط الترشيح والتبخير والمناطية؟ اتنين، اذكر مثالين لمخليط سلطة الخضروات، وسلطة الفواك والهواء الجو وماء البحر ثلاثة، قارن بين انسهار الشمع واحتراك الورق من حيث نوع تغير انسهار الشمع تغير صح احتراك الورق تغير كيميائي أربعة مع نوع تغير الناتج عند خلط الخل مع بيكربونات السوديوم تغير كيميائي بيدي عند وجه عنه ايه؟ مادة جديدة خمس، استخرج الكلمة او العبارة المختلفة ألف، اللي هو الجو، ماء البحر، ملح الطعام، عصير الموز باللبن، ملح الطعام طب ايه ربهم؟ برعان مخليط ماء، زوبان، السكر في الماء، احتراك السكر طحن السكر، إضافة سكر البدرة إلى بعض المخبوزات، احتراك السكر طب ايه ربهم؟ تغير فيزيائي تغيرات ايه؟ فيزيائية جي، صداء المعادن، خلط الخل مع السوداء الخبز، انسهار المعادن، تعفن بعض السمار والفاكهة، طب الانسهار المعادن يرابط تغيرات كيميائية ستة، صنف التغيرات الاغتية إلى فيزيائية والكيميائية واحد، انسهار الجليد، ستغير فيزيائي اتنين، حرق قطعة من الورق كيميائي ثلاثة، صناعة المشغولات الزهبية فيزيائي أربعة، تقطيع الخشب فيزيائي خمسة، قالي البيض تغير كيميائي ستة، فساد الأغذية خارج الثلجة كيميائي سبعة، صد الحديد كيميائي ثمانية، إذا وبيان الملح في الماء، تغير فيزيائي سبعة، انظر إلى الشكل المقابل، ثم أجب ألف، الشكل يدول على حدوث تغير نقطة المادة الحديد، تغير كيميائي، يعني أنه مادة جديدة مادة المادة المتكونة من تفاعل الحديد مع الأكسجين، هي نقطة أكسيد الحديد، يعني أكسيد الحديد، تعرف بالصداء ثمانية، انظر إلى الشكل المقابل، ثم أجب ألف، عند ترك وعاء من الماء على لهب ساخن، في أنه نقطة طاقة، يكتسب أم يفقد؟ طبعا يكتسب باق، صف ما يحدث لبخار الماء عند تعريضه مرة أخرى، بسطح بارد مثل الزجاج، يتكسف بخار الماء، ويتحول إلى سائل تسعة، كارن بين الثالج وبخار الماء فيها الجدول التالي، الثالج مثال الحالة، صح، الصلبة جسيماته نقطة جدا من بعضها وتتحرك حركة هزازية، قريبة جدا من بعضها بخار الماء مثال الحالة الغازية، جسيماته نقطة جدا، طبعا متبعدة جدا، متبعدة جدا عشرة، كارن بينه التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي في الجدول التالي، التعريف تغير في شكل المادة وليس في تركيبه طيب مثال طحن السكر، طحن السكر، انسهار الشامع، أما التغير الكيميائي هو تغير في تركيب المادة ويانتج عنه مواد جديد، مثال احتراق الورق اختبر نفسك رقم واحد عن مفهوم الثالث، صفحة 207، رقم واحد ألف، تخير الإجابة الصحيح، واحد المواد التالية جمعها من المخليط معدة، صودة، الخبز، الهواء الجوي، عصير التفاح، ماء البحر طبعا صودة، الخبز، ليه؟ لأنه عبارة عن مركب اتنين، كلا مما يلي يعد دليلا على حدوث تغير كيميائي للمادة ما عدا ظهور في قوعات غازية، تكون رواصب او مواد جديدة، تغير شكل او حالة المادة سحر رقم جيه تغير شكل او حالة المادة، يعني تغير ايه؟ فيزيائي ثلاثة، اي هذه الحالات تكتسب فيها جسيمات المادة طاقة، وتتحرك بشكل اكبر واسرع وضع زجاجة ماء في فريزر الثلاجة؟ طبعا لا، تعريض بخار الماء لسطح زجاج بارد؟ ايضا لا، وضع القطعة من الزبد في اناء على لهب ساخن سحر رقم جيه اربعة، يؤدي التغير في درجة حرارة المادة الى تغير كتلة المادة، الكتلة سبت، لا تتغير تغير الحالة الفيزيائية، طبعا تغير الحالة الفيزيائية با، ما نوع التغير الناتج عند خلط الخل مع بيكربونات السوديوم، راح تغير كيميائي اتنين، اكبر الانبارات الاتية باستخدام الكلمات بين الكوسين، واحد، انسهار شمعة، تغير كيميائي ام فيزيائي؟ صح، فيزيائي اتنين، الثالج والماء لهم نفس الحالة الفيزيائية ام التركيب؟ صح، لهم نفس التركيب ثلاثة، تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة، يسمى تبخرا ام تكسفا، صح، تكسفا التبخر من حالة سائلة الى حالة غازية أربعة، تحول كطعة من الشوكولاتة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة، يحتاج الى تبريد ام تسخين تسخين، فيسبب حرارة باق مازيح دوسعين، تعرض كمية من بخار الماء لسطح بارد، ستكسف بخار الماء مكونا، مكترات ماء ثلاثة، ألف، ده علامة صح او علامة خطأ امامها العبارات الاتية، واحد اذا كان مجموع كتل مواد مختلفة يساوي تلاتين جراما، فان كتلة المخلوط الناتج عن هذه المواد اكبر من تلاتين جراما تساوي تلاتين جرام او الخطأ نين ترك وعاء من اللبن خارج الثلاجة لفترة طويلة يسبب حدوث تغير كيميائي يبارة صحيحة ثلاثة جسيمات المادة في الحالة الغازية متبعدة جدا يبارة صحيحة أربعة يتكون صدق الحديد نتيجة تفاعل الحديد مع اكسجين الهواء الجوي يبارة صحيحة باعل ما يأتي انسهار قطعة من السلج تغير فيزيائي لانه تغير في شكل المادة ولا ينتج عنه مواد جديدة اختب لنفسك اتنين صفحة ميتين وتمانية المفهوم السالس رقم واحد الف تخير الاجابة الصحيحة واحد تغير كتلة مادة عندها تغير درجة حارتها حدوث تغير فيزيائي للمادة خلطها بمواد اخرى التي تتفاعل معها تغير كمية المادة صح تغير كمية المادة كتلة مقدار ما يحتويه الجسم مادة تغير كمية تغير كتلة ثانين المسافات بين جسيمات المادة في الحالة نقط اكبر ما يمكن السلبة السائلة الى الزي طبعا الى الزي ثلاثة اي هذه الاختيارات لا يعبر عن حدوث تغير كميائي للمادة اضافة الخميرة الى العجين في صنعة الخبز كميائي انسهار الحديد واعادة تشكيله طبعا فيزيائي رقم بان اربعة العبارة التي تصف حدوث تغير فيزيائي للمادة تغير في تركيب المادة وياندج عنه مواد ذاتة خواص جديدة كميائي لا يمكن اعادة المادة الى حالتها الاصلية بسهولة كميائي تغير نوع وعدد وسائمات المادة كميائي تغير في شكل وحالة المادة مع سباة تركيب المادة صح باق ماء المقصود بالمركب شكل من اشكال المادة تكون من جزئين او اكثر متحدين كميائي كميائي اكتب المصحل العلمي الذي تدول عليه على العبارات الاثين واحد تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة صح الانسهار تغير في شكل او حالة المادة وتحتفظ المادة بخواصها غير فيزيائي ثلاثة الوحدات الصغيرة التي تتكون منها المادة الجسيمات اربعة كل ما له كتلة ويشغل حيزا من فراغ المادة باق مازي احد وسعين ده اكتساب جسيمات المادة طاقة حرارية تتحرك بسرعة اكبر وتتباعد عن بعضها ثلاثة الاف ده علامة صح او علامة خطأ امام الابارات الاثين واحد تغير شكل وحجم السائل حسب الاناء الموضوع في الشكل فقط الحجم السائل امام الابارات الاثين تتغير المادة من حالة لاخرى عند تغير درجات الحرارة ببارة صحيحة ثلاثة تقل حركة جسيمات المادة عندما تكتسب طاقة حرارية عندما تفقد امام الابارات الاثين ثلاثة تغير الفيزيائي ينتج عنه مواد ذات الخواص جديدة بالكيميائي باق الشكل المقابل يمثل مخلوطة من الحصة والرمية واحد الطريقة المناسبة لفصل هذا المخلوط عن الماء هي التبخير ام الترشيح طبعا الترشيح اتنين تنظير لكل المادة في المخلوط مثل الرمل والسخورة الصغيرة ومحتفظة بخواصها فامع تفسيرك لذلك لان مكونات المخلوط لا تتحد كيميائيا ضربات الكتاب المدرسي الوحدة الثانية صفحة ميتين تسعة تخير الاجابة الصحيح اي من المواد الاتية يمكن ضغطها بخار الماء والأكسجين والنتروجين ده غاز وده غاز بخار الماء والأكسجين فقط كما بالشكل اي من التغيرات التالية قد تحدث تغير في الحجم الحجم سابق تغير في الكتلة سابق تغير في الشكل طبعا تغير في الشكل ثلاثة يحدث انسهار لمكعبات الثلج عندما تكتسب طاقة كهربية ضوئية صوتية حرارية صح طاقة حرارية رقم دي أربعة عملية نقاط تتحول فيها الماء إلى ثلج الانسهار التجمع تبع التجمع رقم دي المادة توجد في سلاس حالات المادة تتغير من حالة إلى أخرى تنتج مادة جديدة في التفاعل الكيميائي الثلج أسقل من الماء الثلج أخف من الماء وليس أسقل ستة ادرس المخطط التالي ثم اختر الاختيار الصحيح ألف اكس حالة صلبة وزد حالة غازية اكس حالة صلبة زد حالة غازية وام عملية الانسهار ام من صلب لسائل عملية الانسهار دي صح رقم ألف يبقى رقم ايه رقم ألف سامعة كوت الجذب بين الجسيمة تكون أكبر ما يمكن في الشكل طبعا حالة صلبة يؤلف تمانية إذا كان لديك ورق ترشيح ولوح زجاجي نظيف ولهب فما هو الترتيب الصحيح للعمليات التي تتم للعينة التي أمامك للحصول على ماء صالح للشرب تبخير ترشيح تكسف تبخير تكسف ترشيح ترشيح تبخير تكسف صح رقم جيدة تسعة أيام مما يليه يعتبر دليلا على حدوث تغير كيميائي تصعد الدخان طبعا تصعد الدخان عشرة لده تلميز سلاسة مكعبات من السالج زيت أحجاب مختلفة وسلاسة أوعية متشابهة تماما ووضع التلميز كل مكعب سالج في وعاء يحتوى على نفس الكمية من الماء كما هو موضح في أرسل ماذا يحدث لمكعبات السالج عندما توضع في الماء ألف المكعبات رقم واحد واثنين وثلاثة طووس المكعبات رقم واحد واثنين وثلاثة تطفو طبعا تطفو لأن السالج أقل كسافة من الماء في يطفو برقم باء حداشر عند وضع مكعب من السالج في كأس بها ماء أي من الأشكال التالية يبين الموضع الصحيح لمكعب السالج في الماء طبعا يطفو برقم ألف اختبر نفسك على الوحدة الثانية كم واحد ألف اختر الإجابة الصحيح واحد الدليل على عملية نؤط هو تحول الجليد إلى سائل الانسهار طبعا الانسهار رقم ألف اثنين المادة نؤط لها نمط مرتب وتحافظ على شكلها من التغير طبعا مادة صلب ثلاثة أيام مما يلي لا يعتبر مادة ضوء الشمس صورة من صور الطاقة أربعة أي مواد التالية تتحرج جسيمتها بسرعة كبيرة طبعا غازية الهواء رقم باق حدد حالة المادة صلبة أو سائلة أو غازية واحد زيت الطعام سائلة نين قطعة من الصخور صلبة نين ألف أكمل للبرارات الآتية واحد الثالج هو الحالة نؤط الماء الحالة الصلبة اثنين تتكون المادة من نؤط متلهة الصغر من جسيمة ثلاثة هي يمكن قياس طول الجسم باستخدام نؤط شريطة القياس أربعة تتكون نؤط من مادتين أو أكثر مع احتفاظ كل مادة بخصائصها المخلوق باق صنف الطائرات الآتية فيزيائي كيميائي صدر الحديد كيميائي تقطع الخشب فيزيائي ثلاثة ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد لا يمكن أن تتحول المادة من حالة إلى أخرى عبارة خطأ الهواء الجوي مخلوق من مواد مختلفة يبقى صحيح ثلاثة جسيمات المادة الغازية تهتز في مكانها ولا يمكن لها الانتقال أو الحركة الصلبة بخطأ أربعة جميع المواد يمكن رؤيتها بالعين المجردة بخطأ الجرسيم الهواء لا يمكن رؤيتها ماء ما المقصود بالمادة كل ما له كتلة يشغل عيزا من الفراء طبعا نفسك اتنين كم واحد ألف اختر الإجابة الصحيحة واحد وحدة قياس الكتلة كيلو جرام طبعا الكيلو جرام اللتر الحجم المتر الطوء السنتيمتر مكعب طبعا ايه الحجم اتنين من أمسية المواد التي تنجزب إلى المغناطيز الفلين الحديد طبعا الحديد ثلاثة يمكن التمييز بين الزهب والفضة عن طريق خاصية الشكل الرائحة الطعم اللون طبعا اللون أربعة تتكون نقاط من جسيمات متنهة الصغر الكوتلة المادة طبعا المادة با اكتب المستهل العلمي تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة التكسف نين ألف اكمل البرات الآتين واحد نسخ مشابهة للشيء الحقيقي لتوضيح شكله وطريقة عمله يسمى نقاط يسمى النموذج نين الأكسجين مادة غازية وليس لها شكل أو حجم محدد ثلاثة طعم السكر الحلو من خصائص الفيزيائية للمادة أربعة يمكن تحويل المادة من حالة إلى أخرى عن طريق النقط أو التبريد تسخين أو التبريد با اذكر سبب استخدام النحاس لإستماعات أسلاك الكهرباء لأنه جيد التوصيل للكهرباء ثلاثة ألف ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتين واحد صد الحديد يعتبر تغييرا كيميئيا للبرسيح نين يشتخدم معاقل قياس لتعيين كتلة المواد السائلة يبار خطأ بتعيين حاجم ماء لمدة السائلة ثلاثة الانسهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يبار خطأ أربعة من خصائص المخلوط أنه لا يمكن فصل مكوناته يمكن فصل مكوناته يمكن فصل مكوناته با خطأ بما تفسر يعتبر الهواء مادة لأنه له كتلة ويا شغل حيزا من الفراغ ترجمة نانسي قنقر